رئيس الحكومة هشام المشيشي وأكدوا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب جدا السلطات الفرنسية تؤكد عزمها ترحيل أشخاص سيجتبوا في تشددهم إلى بلدانهم الأصلية وفي العالم الأمريكيون ينتخبون اليوم رئيسا جديدا للبيت الأبيض مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم تحية طيبة والسلام عليكم جميعا سجلت مصالح وزارة الصحة أمس 25 حالة وفاة و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع على التوالي العدد الجملي للوفيات والإصابات من ظهور الفيروس وإلى غاية يوم الثاني من نوفمبر الجاري إلى 1483 حالة وفاة و63126 إصابة وبلغ عدد حالات الوفيات المبلغ عنها يوم الثاني من نوفمبر الجاري أي بصفة رجعية والمسجلة في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر الماضي والأول من نوفمبر الجاري 77 حالة وفاة وفيما يلي متبعة لتطور الوضع الوبئي في عدد من الجهات رصدتها قمر الغاربي في قراءة المونيا السيارية في آخر تحيين للوضع الوبئي بكافة جهة البلاد كشفت آخر إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالكاف عن تسجيل ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا وثمان واربعين إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى تسع وثلاثين حالة وعدد الإصابات إلى ألف واربعمائة وثمانين حالة مؤكدة وفي ولاية سليانا بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وإلى اليوم تسع عشرة حالة وفاة فيما قدر عدد الإصابات بخمسمائة وتسع واربعين حالة إصابة خمس وتسعون منها تم تسجيلها في صفوف الإطارات الطبية وشبهة طبية وسجلت ولاية منوبة حالة وفاة جديدة أمس بفيروس كورونا كما سجلت سبع عشرة إصابة بالفيروس فيما تماثل أربع وخمسون حالة للشفاء وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة عن بلا جدور كما سجلت ولاية سوسة من جهة أمس ثلاثة وفاية جديدة وخمس وخمسين إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للمتوفين بالجهة إلى مئة وثلاثة وأربعين وعدد الإصابات إلى خمسة آلاف وستمائة وثمانين وأربعين إصابة وفق رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذارية وفي ولاية القيروان تم خلال الأربع والعشرين ساعتنا الأخيرة تسجيل ثلاث وفايات واثنتين وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة محمد رويس مضيفا أن إجمالي عدد الإصابة بالجهة بلغ ألف وستمائة وثمان وثلاثين حالة من بينها ألف وثلاث وثمانون حالة شفاء وفي ولاية المهدية أظهرت نتائج التحليل المخبرية لأربع وأربعين عين صدرت اليوم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافى ثلاث عشر مصابا وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة وكشفت اللجنة الجهوية لمتابعة انتشار فيروس كورونا والحد من تداعيته بابن عروس عن تسجيل تسع وأربعين إصابة جديدة في الجهة وفق آخر تحيين لعدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية وفي ولاية توزر أعلنت الإدارة الجهوية للصحة تسجيل سبع وأربعين إصابة جديدة بوباء كورونا ما يرفع إجمالية الإصابات منذ بداية الجائحة إلى ستمائة وأربعين إصابة ستمائة وأحدى وثلاثون منها تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى شهر جوانا الماضي وفي تصريح أعلامي على همش تظاهرة قدم خلالها اليوم الاتحاد العام التونسي لشغل هبة إلى وزارة الصحة قال وزير الصحة فوزي مهدي إن استقرار الوضع الوبئي غير مطمئن في ظل تسجيل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بنحو 1500 إصابة جديدة وعدد وفيات يتروح بين 20 و30 حالة وفاة يوميا كانت في عدد مستقرد 1500 كان الوفيات في 2030 هذا ليس معناه ليطمنا لديم يزمنا نحتاطه ناخد حجاتاتنا فتلتوح عليهم في غياب تلقيه معنا كان نواصلوا في إجراءات الوقاية في صفا صار ما منحنا المواطنين والدولة الدورة مش تراقب الإجراءات هذه وبخصوص التلاقيح الخاصة بالنزلة الموسمية بيّن وزير الصحة أن دفعة من هذه التلاقيح وصلت إلى تونس ويتم التنسيق حاليا مع الصياد للخواص بشأن كميات توزيعها مشددا على ضرورة توزيع هذه التلاقيح على المستحقين ليس معطي بزد كي جيدة الدفعة ليس توزع الصيادرية في فعادية الجسد الغادين الفهموا معهم على ليس بيبشونش البسان غير مستحقين لدينا كميات فليلة والمستحقين هم العبادة الأخبار في الجنة يكون الأرض الناصج يكون يجيب لها في سيلي وعنده مرض مزموعة هذا ليس مشكلة نساهم معه مع الصيدة الهيد الهدف هو يكون الفكسين ينشي أكثر مستحقين وأعلن الطبيب المختص في أمراض القلب والشريين سالم عبد السلام عن انطلاق بحث علمي تونسي الأسبوع القادم لتقييم استخدام دواء في شكل أقراص بدلا عن استخدام الحقن المعمول بها حاليا في القطاعين العام والخاص حسب البروتوكول الصحي الحالي لمنع تخثر الدم لدى المصابين بمرض كوفيد-19 وأوضح أنه تم تحديد عينة من ألف مريض مصاب كوفيد-19 لا يمكن من استخدام الحقن وذلك باستخدام دواء لمنع تخثر الدم في شكل أقراص سيتم استخدامه لمدة تتروح بين 14 يوما إلى 45 يوما وفي آخر مستجدات الوضع الوبائي في العالم بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا حوالي 47 مليون و327 ألفا فيما تجاوزت حصيلة الوفيات المليون و200 ألف حالة وفاة وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من الجائحة حيث اقترب عدد المصابين فيها من 10 ملايين فيما فقد أكثر من 236 ألفا حياتهم بسبب الوفاء في الأثناء حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خطورة انتشار وباء كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وذلك بعد تصعد أعداد المصابين بالفيروس بصورة كبيرة يأتي ذلك في وقت حذر في الخبراء من أن أوروبا معرضة لموجات أخرى من كوفيد-19 العام المقبل مشيرين إلى أن فرض إغلاقات جزئية في جميع أنحاء القارة سيخفض من معدل الإصابات الجديدة لكنه لن يحولدون حدوث موجات إضافية من العدوى في غياب لقاح الناجع مضاد للوباء أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وأن البلاد لم تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية بالعمق الذي تعيشه حاليا المشيشي بيّن خلال ندوة صحفية عقدها إثر لقائه بمجموعة من خبراء الاقتصاد أن هذه الأزمة هي نتيجة تراكمات لطيلة سنوات الوضع الاقتصادي صعب جدا يلزم نقوله اللي بلادنا معمرها معرفة أزمة اقتصادية واجتماعية بالعمق التي هي قاعدة تعيش فيه حاليا الأزمة هذه بقطع النظر على مؤثرات جائحة كورونا هي نتيجة تراكمات كبيرة تيلة سنوات ما تمكنتش بلادنا من إرساء منوال اقتصادي يمكنها من الخروج من الصعوبات الاقتصادية اللي تعرفهم منذ سنة 2011 ما تمكنتش من كونه تعطي الأمل للتونسيين في غدا أفضل وهذا يقاعدين نشوفه في النتائج متاعه يوما بعد يوم خلال مظاهر اجتماعية الهجرة غير الشرعية البطالة الأزمة كورونا زادت عمقة الأزمة هذه دونك هذك عليش قاعدين خموا في الحلول اللي من شأنها تعطي الدفع اللازم للاقتصاد الخروج من هذه الوضعية أول حاجة خروج من هذه الوضعية هو إيقاف النزيف وقال رئيس الحكومة في الندوة الصحفية أنه لا يمكن الحديث عن أي بادرة إصلاح دون معرفة أسباب الوضعية الاقتصادية الحالية مشيرا إلى الجدل الذي أثره مشروع قانون الميزانية التكملية لسنة 2020 كي قدمنا الميزانية بالطريقة هذية ساكريلو ديبا ناس تسائلت وانا ديما نحب نمثلها هذية بكونه إنسان قام صباح شاف لمرأة معجبتوش الصورة كسر لمرأة هذا بالضبط اللي اللي صار هحنا اطرحنا قانون المالية التكميلي كما يلزم يتقدم حسب المعايير اللي يلزم يتقدم بها وكما ما تقدمش طيلة الفترات السابقة الكل كانت قبل فما موجودة سيناريوات متفائلة أكثر من اللازم دونك كي احنا تبدلت ولا للطريقة قربت أكثر ما يمكن إلى الشفافية وقفنا لكلنا مع بعضنا على عمق الأزمة الاقتصادية وعمق العجز اللي موجود في البجيت لتاء وعمق كذلك للأثار اللي تسبب بهم الطريقة في تقديم الميزانية على المؤسسات العمومية واللي العجز هدايا توابش انتقل إلى المؤسسات الخاصة أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى استقباله اليوم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أمر على الدور المحورية الذي تصطلع به منظمة الألكسو في النهوض بالتربية والعلوم والثقافة كقطاعات معرفية مهمتها تعزيز الرسيد الفكري وتحسين الشعوب العربية من كل مظاهر الانغلاق والتطرف ودعى رئيس الحكومة إلى مزيد تظافر الجهود من أجل العمل على تكريس الخطاب المعتدل ونشر ثقافة السلم في العقول وتحسينها من خطاب الكراهية وإنقاذها من براثن الغلوي والتطرف والإرهاب تعتزم السلطات الفرنسية ترحيل بعض الأشخاص المشتبه في تشددهم إلى بلدانهم الأصلية ذلك ما كشف عنه وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان في حوار تلفزي على أحد القنوات الفرنسية أمس المسؤول الفرنسي أشار إلى أن هذه النقطة ستكون من بين محاور اللقاء الذي سيجمعه بنظيره التونسي توفيق شرف الدين خلال الزيارة التي سيؤديها إلى تونس نهاية هذا الأسبوع موذيفا أن لقاءات مبرمجة خلال هذه الزيارة مع الأجهزة الأمنية بتونس من جهة أخرى أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه تم الاتفاق خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس إمانويل ماكرون ورئيس قيس سعيد في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي على ترحيل أشخاص يشتبه في أنهم متشددون إلى بلدانهم بدأ الناخبون الأمريكيون عشية اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من سيسكن البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع القادمة إما الرئيس المتخلي الجمهوري دونالد ترامب أو المترشح الديمقراطي جو بايدن كما أنهم سيقررون أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين سيسويتر على الكونغرس الأمريكي خلال العامين المقبلين متابعة لمجرايات الانتخابات الأمريكية وحيثياتها في التقرير التالية نحو 60% من الناخبين الأمريكيين بدأوا اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية لينظموا إلى أكثر من 92 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا وهو رقم لم يسجل من قبل في تاريخ الولايات المتحدة المترشحان للانتخابات الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن شخصيتان متناقذتان دخل حلبة الصراع التنفسي على منصب الرئيس الأمريكي وذعين ثقلهما لكسب المزيد من الأصوات وفي جعبة كل منهما عدد من الولايات المضمونة دونالد ترامب المرشح الجمهوري لولاية ثانية هو ذلك الملياردير الذي اقتحم المعترك السياسي برسالة شعبوية شعارها أمريكا أولا وهو يوصف بأنه رئيس مثير للجدل دخل بلاده وخارجها بسبب سياسته السلطوية وتصريحاته العبثية جو بايدن المنحدر من الطبقة المتوسطة يقدم نفسه للناخبين كمرشح معتدل يملك الخبرة وروح التعاطف اللازمتين لمحو أثار ما خلفته سياسة ترامب ويعد الأمريكيين بتضميد جراح الولايات المتحدة التي مزقتها الأزمة الاقتصادية والصحية واللامساوات العرقية المراقبون يصفون هذه الانتخابات بأنها انتخابات فيروس كورونا ويقولون إن الجائحة التي تسببت في مقتل أكثر من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة وفقدان الملايين لوظائفهم هي التي حددت معالم السنة الأخيرة في رئاسة ترامب وأصبحت صرخة استنفار لبايدن وهم يستندون إلى نتائج استطلاعات الرأي التي رجحت في معظمها فوزا بايدن بالرئاسة مهما يكون من أمر فإن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستقررها 12 ولاية سترجح كفة أحد المتنافسين فهل ستختار هذه الولايات منح دونالد ترامب ولاية ثانية أم أنها ستخير طي صفحة حكمه وفي بقية أخبارنا العالمية تتواصل اليوم في مدينة غدامس الليبية مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية التي بدأت أمس وأكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز أنها لمست لدى الجانبين رغبة صادقة في أن يحقق الحوار نتائج مثمرة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر سواحل الليبي تمكن خلال الأيام الماضية من إنقاذ 575 مهاجرا غير شرعية قبالة سواحل الليبية وجددت في بيان دعوتها إلى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا التي وصفتها بأنها ميناء غير آمن اعتقلت الشرطة النمساوية 14 شخصا للاشتباه في سلاتهم بالهجوم الإرهابية الذي وقع مسامس في فيينا وأوقع أربعة قتلى و22 جريحا وأكدت أن منافذ الهجوم من أنصار تنظيم داعش الإرهابية ويحمل الجنسية النمساوية وجنسية مقدونية الشمالية وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية الإيطالية الاتحاد الأوروبي إلى تبني قانون يحمي الاتحاد من الإرهاب على غرار القانون الأمريكي الذي سنته الإدارة الأمريكية في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر بهذا وصلنا مستمعين الكرام إلى ختمين نشرة المسال للأخبار قدمتها إلى حضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية قمر الغربي وهذا تذكير بالعنوين تسجيل خمس وعشرون حالة وفاة وألف ومائتان وعشرون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ يوم أمس ووزارة الصحة تصف الوضع الوبائي بأنه غير مطمئن في ظل المنحة التصعودي اليومي للإصابات رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب جدا السلطات الفرنسية تؤكد عزمها ترحيل أشخاص يشتبوا في تشددهم إلى بلدانهم الأصلية وفي العالم الأمريكيون ينتخبون اليوم رئيسا جديدا للبيت الأبيض إلى اللقاء